لم تعد إسرائيل مشاهدين تخفي رغبتها في تكرار نكبة 1948 لكنها رغبة إسرائيل فماذا عن الفلسطينيين؟ قالتها الحجة الفلسطينية فوزية شهين ذات التسعين عاما فلخصت موقف سكان قطاع غزة الرافدين للتهجير ومغادرة منازلهم في الوقت الذي تستعر فيه الحرب الإسرائيلية على مدينتهم بقولها مهما يحدث لن نغادر أي ببساطة لا نكبة من جديد الحاجة فوزية مشاهدين تعلموا جيدا ما يعنيه التهجير فهي في الأصل من قرية المجدل وهجرت عام 1956 من قريتها إلى نعليا ومن هناك إلى الحربية ثم توجهت وعائلتها إلى غزة التي تعيش فيها الآن وترفض أي رحلة نزوح وهجرة أخرى وتقول أنها الآن مهما حدث لن تترك منازلها أو تهاجر وتضيف إلى أين سنهاجر لم يتبقى شيء نشاهد مقالة الحاجة فوزية إحنا طلعنا من المجدل طلعنا على عنعليا من نعليا طلعنا على هربيا ومشينا وطلعنا على غزة إحنا حاليا لو بده يصير إيش ما يصير مش حنهاجر لأنه ليش إحنا هاي هم بخبطوا فينا وهذا لكن إحنا مش حنطلع من دورنا ولا نهاجر وين بدنا نروح نهاجر مش غايل إشي في غزة اليوم يقال أن الموت والحياة قد تساويا فحتى أولئك الذين استجابوا لإنذار جيش الاحتلال بإخلاء شمالي غزة إلى جنوبها وأعطوا الأمان لفعل ذلك وقرروا الفرار من ويلات الحرب المخيم على المدينة الحزينة كان الموت مصير غالبيتهم فالاحتلال الإسرائيلي بعد أن زعم أعطاءهم طريقا آمنا استهدفت غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي هؤلاء النازحين وهم في قافلة وأسفرت الاستهداف عن استشهاد نحو سابعين فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة مئتين آخرين صامد الهاملي علق على قصف الاحتلال الإسرائيلي النازحين الفلسطينيين وقال كل المصائب تهون إلا عند هذا يأوي الناس نازحين فيتم قصفهم جميعا أما مصطفى الحسناوي فيقول أن إسرائيل أقدمت خلال 24 ساعة على تنفيذ سلسلة جرائم يستحيل على من عنده ذرة إنسانية أن يبررها ويضيف نفذت مجزرة في دير البلح وأخرى في مخيم الشاطئ وثالثة في جباليا الفخورة كما استهدفت المستشفيات والأبشع من هذا كله أنها طلبت من سكان غز النزوح إلى الجنوب لكي لا تصيبهم نيرانها وبمجرد أن تحركوا بدأ سلاح الطيران في قصفهم تاركا أشلاء المدنيين متناثرة على الإسفلت نختتم مع نورة نور الدين التي ترى أن الغدرة ليس بجديد على الإسرائيليين فقد سبق أن استعرضوا قواتهم على العزل بقصف مدرسة بحر البقر واستهداف أراضي زراعية والآن استهدفوا قافلة نازحين اشتركوا في القناة